اكد الشيخ حمد بن محمد الخليفة جاء ذلك في لقاء مدير إدارة التخطيط العمراني مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق بهدف عرض المخطط التفصيلي للمحرق وتوضيح تصنيفات جميع الأراضي في المحافظة وأبرز التغييرات التي أجريت فيما يتعلق بتصنيف المناطق والطرق العامة وذكر الشيخ حمد أنه من منطلق المساهمة في تعزيز مكانة البحرين من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية تم التركيز على أن تكون السواحل العامة مفتوحة للجمهور من المواطنين والزوار من جانبهم أوضح آضاء بلدي المحرق أن المجلس سيقوم بدراسة المخطط التفصيلي في لجان المجلس لإبداء الملاحظات عليه في المدة المحددة وذلك من أجل أن تتمكن الوزارة من رفعه بصورته النهائية للجنة العليا للتخطيط العمراني لاعتماده ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر